وقامت بها السلطات ففي بلدية أكاركار تابعة لمقاطعة طينطان في ولاية الحوض الغربي تسببت الأمطار في تضرور بعض المساكن بعدد من القرى وقد تم إحصاء مئة أسرة متضررة وعينت السلطات الإدارية وحجم الأضرار المسجلة في هذه القرى أما في مقاطعة مونجل بولاية قرقل فقد استفاد المتضررون جراء الأمطار الأخيرة في بلدية بكل بطحة ميت ملزم تيشط من مساعدات استفادوا من مساعدات غذائية مقدمة من قبل أحد أبناء المقاطعة فيما قدم حزب الإنصاف 500 سلة غذائية لصالح المتضررين على مستوى بلدية بطحة ميت وفي قرية سكام أهل الشيخ تابعة لبلدية تيكان بولاية تريرزا تسببت السيول في تضرر منزلين وست عرشة فيما تم تسجيل وفاة طفل غرقا في بلدية أجار التابعة لمقاطعة وامبو في ولاية جيدماغا في إطار الأسل